ما هو هذا السؤال؟ كان أكو خشية من زعامات سياسية أنا أسأل سؤال يوم الجلسة اللي صارت ببيت السيد المالكي ونعرضت عليك وزارة بذيك اللحظة أنت شنت وحدك صحي لا كتلم رشحتك لا أحد واقفوا إياك لا إطار ولا سنة ولا أي أحد تمام؟ ليش كانوا خايفين يروحون للجلسة وأنت وحدك يا أخي؟ خايفين لأن أرفعوا أكون نفس داخل مجلس النوار نيابي مقبول وديت محور داخل قبة البرلمان بالذهاب للاختيار المطلوب فلهذا أغلب رؤساء الكتل السياسية كان لديهم خشية معكم خشية بل يعني صارحوني قالوا لي لن نذهب إلى رئاسة إلى قبة البرلمان وأنت مرشح وأنت مرشح أجيب أجيب بس أكو شي آخر مقابل هذا كانوا خايفين من دعم رئيس الوزراء إليك سيد الحلبوسي في حوار تلفزيون قال رئيس الوزراء كان يشيل التليفون وكان كذا وكان كذا وكان كذا هل فعلا رئيس الوزراء كان؟ هذا كان تبرير تبرير من أجل التأخير تبرير من أجل خلط الأوراق تبرير من أجل بقاء المؤسسة بدون رئاسة برلمان تبرير من أجل تمحيص مصالحهم وين بمرور الوقت اللي أريد أقوله وخاصة في هذه الجزئية سيد رئيس الوزراء رئيس سلطة تنفيذية وسأتكلم وهذا طبعا يعني أيضا إلى زملائي ورؤساء الكتل السياسية صدقا لم نتفوه أنا والسيد رئيس الوزراء بأي حديث سياسي وهي خل يسمعوها أخواني وزملائي ورؤساء الكتل السياسية لغاية هذه اللحظة لم نتكلم أنا بمشروع سياسي لم نتكلم أنا بتنسيق سياسي أو برقية سياسية حالية أو مستقبلية اللي أريد أقوله صدقا السيد رئيس الوزراء مؤمن بالفصل بين السلطات وجدت مؤمن بالفصل بين السلطات وبالتالي أنا شخصيا مؤمن أيضا بدعم الحكومة التنفيذية موسلخ المؤسسة التشريعية وجعلها مرتبطة مع السلطة التنفيذية لا خلط لعب نتيجة أنا هل دعمك رئيس الوزراء فعلا كما قال السيد الحلبوسي أم لا وما هو شكل الدعي لا قلت لك يعني الأخوان حاولوا أن يستغلون هذا الموضوع ويكبروا أمام القوى السياسية الأخرى وجعل بأن ترى هذا فشي خطر عليكم في المستقبل بس هو محقيقي بس هو محقيقي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة